زي اللي بيهرب من بركان فبيلاقي النار كمان في وجه ويعني أغلب الوجع وأغلب الضحايا كان لهذا التطرف كان أيضا من أشخاص عاشوا تجارب كثير صعبة بس هون قديش انت شعرتي بصعوبة المشهد أو المشاهد وصعوبة الدور وكيف حضرتي له كيف تم اختيارك وترشيحك أيضا حدثين عن هاي التفاصيل بوسي ودكتور بيتر هو اللي يكلمني وهو ممكن يكون عارف الدنيا كممثلة تمام موجودة في الساحة وشغالة والدنيا كويسة بس هو يعني فجأني برد فعل غريب قوي مع اول يومين تصوير قال لي انا مكنش مصدق ان انت يعني انا عارف ان الكويسة بس مش عارف ان الكويسة قوي كده فهو كمان حساها قوي هي البنت بتعمل كل دغصب عنها صراع هي تحطت في حتة مش بمزاجها خالص فخلص هتكمل ما كان في اختيار ما فيش اختيار عارفة كمان الحلو في المسلسل ده دنيا ان انت جسدتي شخصية وبينتي للمشاهد ازاي كان بيتم التعامل ايضا مع يعني ستات مصريات ناس بسيطة بسيطة وازاي بيستغلوا ضعفهم واحيانا الفقر واحيانا الجهل واحيانا المشاكل الأسرية فده برده بيبين قدريه انه يعني الاوضاع دي ما قالوش راجعة اه بالزبط لكن في النهاية برده انتي كنت محطوطة يعني لما لقيت يعني امل بالزبط وانك ممكن ايوة تنقلي بقى انتي شاهدة وتقدري بقى تتعاملي مع دولتك بريدتي على طول بطلع يعني من كل ده في النهاية يعني التحول ده بطلع بطلع اسراء بتلعت بطلع في النهاية يعني انا اسراء الحقيقية دي شافوه يعني بجد انها تقدر تطلع من هنا تخش لدول وتطلع من دول تبقى مرتاحة هنا ومبسوطة هنا وانها بتساعد البلد وانها بتكمل بس فكرة انها تروح للناس دي برجليها تاني